السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي احسن الاحوال دائما موضوع اليوم ان شاء الله غيكون على المياه البيضاء او الكاتاغاكت ليه من ابرز المشكلات اللي كتصيب العين وكتأثر على الرؤية واهمال علاجها ممكن يؤدي المضاعفات وحدود مشاكل خطيرة تقدر توصل لموت العصب البصاري فبالنسبة الكاتاغاكت او الساد او المياه البيضاء اعتامة العين جلالة اعتام عدسة العين فهدو كلهم تسميات مختلفة المرض كيصيب عدسة العين طبيعية فكيعتمها وكيفقدها شفافيتها شيء اللي كيسبب ضعف البصر دون ألم فغنبدأ بتعريف بسيط الكاتاغاكت فهي عتامة كتصيب عدسة العين فالطبيعي ان البؤبؤ اللون دياله اسود وعند الاصابة بجلالة او المياه البيضاء كيصبح البؤبؤ بلون رمادي او ابيض شيء اللي كيحجب الرؤية وأحيانا الرؤية كتكون غير واضحة لكن هناك عوامل وأسباب كتيرة كتساهم في تطور هذا المرض فمن بين هاد العوامل والأكتر شيوعا وهي التقدم في السين بحيث كتحدث بعض التغيرات في عدسة العين وكتسبب في تكويل المياه البيضاء ايضا عندنا حالات خلقية يولد بها الطفل وفي الغالب كتنتج على مشاكل خلال الحمل سواء اصابة الحامل بعدوى فيروسية او كانت كتناول ادوية دون استشارة طبية او سبب جيني فهد العامل هذا ممكن يخلق عند الطفل المياه البيضاء منذ الولادة ايضا سبب اخر مهم جدا وهو مرض السكري وعدم انتضام سكر في الدم ممكن يسبب المياه البيضاء ايضا ارتفاع ضغط الدم ممكن يساهم بشكل كبير في تكوين المياه البيضاء في العين البقاء فترة طويلة في الشمس دون حماية العين من الاشيعة الفوق بنفسجية فهذا عامل ممكن يؤثر على العين ويصيبها بجلالة ايضا عامل التدخين السمنة استخدام ادوية الكورتيكويد مدة طويلة ممكن يؤثر على العين ويسبب الكاتاراكت تعرض للاشعاع او السموم او التلوث هذو كلهم عوامل ممكن يسبب لنا الكاتاراكت ايضا تعرض الحادث في الرأس او كدمة قوية في العين ممكن يعطينا المياه البيضاء ايضا اجراء عملية جراحية بالعين ممكن بعد العملية يسبب اصابة بالمياه البيضاء هذو كلهم عوامل اللي ذكرت ايضا العين الى تعرضة الجرح بواسطة الحادث ممكن تسبب لنا المياه البيضاء وهناك ايضا امراض كثيرة اللي كيتصاب بها الشخص وكتأدي الاصابة بالمياه البيضاء في العين فهذو كلهم عوامل واسباب ممكن يساهموا في تكوين جلالة ديال العين الان الان غنتقل الحديث على الاعراض اللي ممكن يشعر بها الشخص في حالة اصابته بالكاتغاكت وايضا كتختلف الاعراض باختلاف مراحل تطور المرض ففي البداية كيشعر الشخص بدعف تدريجي في حدة البصر ومع المدة كيشعر بوجود غشاوة على العين وعدم تحمل الضوء القوي مع زيادة حدة المرض كيتغير لون بؤبؤ العين من اسود الى رمادي او ابيض وبالتالي كيعاني الشخص من عتامة العين وضعف شديد في البصر فهذا اهم علامة او اهم عنصر كيشعر بها الشخص اللي كيعاني من الكاتغاكت ايضا ممكن الشخص يشعر بصعوبة الرؤية خاصة في الظلام اثناء قيادة السيارة في الليل فهذا العامل هذا او هاد العلامة هادي ممكن يشعر بها الشخص اللي كيعاني بالمياه البيضاء ويعني ما كيعرفش هاد العلامة هادي ايضا ممكن يشعر الشخص برؤية مزدوجة ثم الشعور بدوخة او دوار وعدم القدرة على رؤية الاشياء بوضوح ايضا صعوبة في القراءة بحيث الشخص كيوجد صعوبة في رؤية بالنسبة للمضاعفات المياه البيضاء على العين خاصة عند تأخر في العلاج فممكن يرتفع ضغط العين وممكن يسبب في تدمير العصب البصري فبالاضافة ايضا وجود مضاعفة اخرى هنتكلم عليها في فيديو اخر اكتر تفصيلا الان هنتقل العلاج فعلاج المياه البيضاء او الجلالة او الكاتاغاكت كيكون عن طريق الجراحة سواء عن طريق الموجات الصوتية او الليزر بالنسبة للموجات الصوتية فكيتم عمل فتحة دقيقة جدا بواسطة جهاز كيشبه القلم والدخول الى العين ثم تفتيت العدسة بالموجات الصوتية وشفتها بنفس الجهاز من نفس الفتحة كيتم زراعة عدسة جديدة وادخالها مطوية لتسهيل وضعها في العين بعد الجراحين كيقوموا بوضع مضادات او حقن مضادات حيوية لتجنب حدوث التهاب الخطوة الاخيرة هي ادخال محلول مائي الى جروح القرانية لاحداث التورم وسد الشق اللي عملوا الجراح في البداية فهدي حاولت نفسر لكم العملية كيفاش كتم هذه العملية يعني التقليدية العادية اللي كتم بالموجات الصوتية وكتكون عملية عادية اما بنسبة الليزر فهو من احدث الطرق العلاجية واكترها راحة بالنسبة المريض فهنا كيتم وضع كاميرا او جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية على العين ثم عمل شق في القرانية بواسطة الليزر ثم فتح فتحة في العدسة ثم كسر العدسة الى اجزاء صغيرة عن طريق الموجات فوق الصوتية ثم شفتها من العين ثم كيتم بعد ذلك زراعة عدسة داخل العين يعني هاد العملية كيتم عن طريق العملية التقليدية العادية لجراحة عفوا جراحة المياه البيضاء اللي سبق وذكرت يعني كتكتمل هاد العملية بالعملية اللي ذكرت من قبل الاشارة في الشق اللي كيعملوا الجراح في القرانية لا يتطلب غورة جراحية وهي ايضا لا تتطلب مدة طويلة لتعافي فالمدة مدة الشفاء التام كتكون غالبا حتى الثلاثة اشهر على العموم بالنسبة اذا كانت الكاتغاكت في العينين معا فكيكون العلاج في كل العين على حدة فكتم العملية الجراحية العملية الجراحية في العين الاولى بعد مدة معينة يعني حتى كتشافة عاد كيقوم الجراح بالعملية التانية على العين الاخرى فريد نقدم لكم نصائح مهمة بنسبة لما بعد العلاج يعني ما بعد الجراحة جراحة الكاتغاكت بالليزر فممكن الشخص ممارسة حياته اليومية في اليوم التالي من العملية ايضا بفضل عدم يفضل عدم بدل اي مجهود بصري واستخدام قطرات العين بشكل منتظم المدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع بعد العملية يعني حسب توصيات الطبيب عدم وضع مصاحيق تجميل او الماء او حك العين لمدة لا تقل عن اسبوع والافضل تفادي كل هذا وضع واقي العين اثناء النوم من الافضل لمدة اسبوع يفضل استخدام النظارة الشمسية في الضوء الشديد لمدة ايام ايضا يمكن قيادة السيارة بعد سمح الطبيب يعني ممكن 16 طبيب متى يمكن قيادة السيارة بدون اي مشاكل ايضا كان صح جميع المرضى الذهاب في الموعد المحدد للفحص ما بعد العملية والافضل تتبع جميع ارشادات الطبيب ايضا بغيت نشير انه هناك طرق اخرى لعلاج المياه البيضاء في العين غير العلاج عن طريق الجراحة التقليدية اللي سبق وذكرت او الجراحة بالليزر فهناك طرق اخرى سنتحدث عليها في فيديو اخر حتى لا اطيل عليكم وبالتالي وصلت لنهاية الفيديو نتمنى تكونوا استفتم المعلومات اللي قدمت لكم واذا عندكم اي استفسار تركوه لي في التعاليق حتى نجاوب عليه لاحقا دمتم في رعاية الله والى لقاء اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة